السلام عليكم معكم مجدا من قناة كروشي باي مجدا محببا بكم معي فيديو جديد يجيدي اليوم غنشارك معكم الشرائط اللي وزاس في العرس ديالي هادو دفا هاد شرائط الخضرين غنشوفوا الطريقة باش خدمتهم و الفيديو القادم ان شاء الله غنخدم معاكم الشاريط الابيض ديني شاريط العروس نتمنى ان الفيديو اللي اللي اعجاب ديالكم خليوا لي اكبر عدد ديال لايك ولي كومنتي مهمة بساف ازاف من دفا دفا نشوفوا الادوات اللي غنحتاجوا ونبدور خدمة ديالنا فنشوفوا اول حاجو شنو غنحتاج بنسبة الشرائط اللي غنعطيك توزيعات الليبنات انا درتلي هاد الموديلة هادو فاول حاجة باش نخدمو هاد الشرائط اللي وزعت على الليبنات وصديقات ديالي اختارت انا هاد الموديل هادا هاد هو اللي خدمت فبنسبة هاد الموديل هادا غنحتاج غيبان يعني سينتا بهاد شكل هادا ديال ساتين غنحتاج مقاس بريجا باش كن نكويه من جناب باش مكتنسلش باش مكتنتفش لا حطور مغيت ننتف ماولوا هاد الحجيرة هذه هاد ehrlich قضيتك الاخ نام اللي كيديرو هدرون بخميسات كبار انا درترها هاد الخميسات الصغار هذا الخمسة سبار كيكونو ديال ميكا هادو هادو ماشي ميكا بدلتهم فيهم هنا بهاد شكل هاكا كي جوزويني نوراقين جوزويني نعجبوهم كاملين بزاف و اكيد برا انا ما كنستعملش البستولي اكل كنخيط كل شي يعني هاد البابيونة كنخيط هاد العقيقة كنخيطها و هادي كنخيط يعني كنخيط كل شي حيث البستول اكل يعني غير ابسط حركة ممكن انا ذاك العقيقية يطير ممكن انه يتحيض فباش تبقى شي حاجة زيما سوفينير افي تبقى ديمة اه مخائبة بشي حاجة مثلا تحافظ عليها انا براسة ذيك البيضة ديالي اه خبيتها محافظ عليها كالسوفينير باش تبقى زيما ديمة فضلت انا نخيطهم من ديش لي هون الكولا ندوزو دبا نشوفوا الطريقة فهنا هي كان قطعو جوجة الشرائط الشرائط اللول فيه 32 سنتيم بالنسبة لهذا تضر على ليد هذا تضرت فيه 32 سنتيم وانتو ما سقدروا تكبروه على حساب القياس اللي بغيتو انا بالنسبة له 32 سنتيم راه مناسبة تضر على ليد وكالتعقد هذا فيه 32 سنتيم وهذا ديالبابيونة تضرت فيه 20 سنتيم كنقطع واحد فيه 20 سنتيم واحد فيه 32 سنتيم بنسبة لهذا ديالبابيونة الصغير كندوز لي غلب ريكا غي من الجناب بحلاكة هدا رادي اجدو سلي البريكانيكي كندير لغي هكا يعني غير باش مايبقاش تنسل من الجناب بحلاكة وهذا اللي طويل كان طويه على جوج بهذا الشكل هكا نضغط مزيان باش تقعد الفورما وكندربوه بالمقص باش اعطينا هالديتاي هدا اللي كي يجي فجناب حلاكة بعد كناخد البريكانيكي وكندوز لي شوية لعافية باش ميتسربش من الجهة الاخرى كذلك هنعود نفس العملية يعني غنطوي مغيبون ديالي الى جوج وكندربوه بالمقص لاحظو المقص منين كانجيبوه من البلاسة اللي مفتوحة لاحظو اني كانطوي الى جوج هاد البلاسة اللي مفتوحة منين كانجيب المقص هات الشكل هات الشكل ما ننسوش اني ننضوز لي شوية لعافية علاش حيز كي تنسل وعاد غناخدو نحطو دبا هادا على جانب وناخدو هادا كنحاولو ما امكان انا ننطويه على جوج هات الشكل كنطوي على جوج هاد الوسط هادا كنورك فيه مزيان باش ياخد هاد الفورما هادي باش يبن لي الوسط لاحظو كيكون عندي هاد الخط هادا مني ننطويتو باين كنجيب هاد الجيهة كنحطها على هنا راحضو هادا والوسط حاول ما امكان مني نضغطو عليهم زيان باش يبقى باين كنجيب هاد الجيهة كنجمع هادو في الوسط هاداك الوسط اللي انا علمت ديك البلاسة اللي انا علمت لي طويت هي هاد كنحاول ما امكان نجيب فيها هادو بهات الشكل هادا داك الوسط اللي علمت هو فين كنضرب لبرا انا الخيط هنا ديما كندير الخيط على جوش باش كنضمن ان نعمر ما غايت تحل كنجيب هاداك الوسط هاكا اولا انتم ما تكونوا عاقدين الخيط هلا حساب كيفاش كنديرو انتم على الخيط ان الخيط كيما كتلكم كنبغي نديرو ديما على جوش باش يكون متين كنجيب نكمش هاد الدلاسة هادي كنجمعها بهات الشكل وكناخد هاد الخيط كندورو عليا كندوروش حال من المرة باش نضمن انه ما غايت تحلش وكسب قديمة البابيونة ديالي مزيرا بهات الشكل هادا هو الوجه كنقلب اللور وكندير واحد العقيدة في اللور باش ما تتحلش هاد الخيط اللي لويز انايا هاد شكل هاد شكل هاي البابيونة ديالي سهلة بزاف اقل المدة غتصيبوها وحسن من اللي كتصيب الكولة حيط الكولة في البلاسة تقدر تتحليكم الى غير درتوها شوية في ديكم غتتحلي هادو كيبقى مضمونين نتبتم زيان قنحطها على جنب نخليها هكا ونمشي الى هادا كل غيبو ولا الشاريط اللي انا وجت حتى هو نفس البلان نطويه على جوج بهاد شكل هادا باش نحدد الوسط ديالو النيشن ديما مني نطوي هاد السينتة ديالي على جوج نورك علىها مزيان باش تبان ديك البلاسة ديك الفورما فين طويت هاي اذا بابينا هادا و الوسط ديال غيبو نشد هاد البابيونة هادي نحطها هنا في الوسط وكن خيط هذا الوسط اللي فيه الخيط هاد البلاسة هادا نحاول نتبتها مزيان نتبتها مزيان ونعود الخيط شحالة من مرة انا هاد البلاسة اصلا غاد تدرق لي مني غندير فيها ديك الحجيرة يعني ماشي مشكي نبقى نعود نضرب فيها الخيط ونعود شحالة من مرة باش نضمن انها ما غاد تحلش ليه عاد كان اخد الحجيرة ديالي انتو مقديروا اي حجيرة بغيتو كان اخد الحجيرة ديالي وكن خيطها هادا هادا الاحجار هادو هادو راه دوك اللي كاشكون فيهم بلاسة الخياطة نحاول نقاط لكم فوكيس باش تبان لكم راه ما اللي فيهم ديك البلاسة ديال الخياطة يعني هادو ما كينسقوش بالكولة انا ما كنفضلش من الحاجة لكتخدم بالكولة يجيني احسن نخدم بالبرو الخيط وخاكي ياخد شوية الوقت وشوية الجود ماشي بحل الكولة بحل بهادو غاياخدو لكم شوية الوقت باش تصايبوهم انما ديال الكولة راه في نص ساعة تقدروا تصايبو ديال العرض كامل ولكن ما مضمونينش اي وقت اقدر يتردك العقيق اقدر تحل انا كان بغيشي حاجة تكون متقونا وحتى اللي اعطيتها بحلها كاللبنت باش يلا بغاو يحافظوا عليها كسوفينير تبقى عندهم ديالة اذا خيطتوها مزيان وتببتو العقيقه و تببتو الخياطة مزيان راه تبقى تحديد تبقى قافيزة ما حيث كاملوية عندها ديال الشارط راه تبقى محافظة عليها حيث ما غايت تحلش ماشي بحل الكولة في البلاسة في البلاسة كتتترخها و تطايح ديال العقيقه مقدر ديالك السعنيس ما زالت طايح لي ديال العقيقه كانت تببت هاد العقيقه مزيان انا اخذ هاد الخميصة و كانت تببتها لاحظوا معي راه فيها بلاسة ديال الخياطة في هاد العوينة هادي مني ان تشد هادو راه ماشي بلاسطيق البنات هادو ماشي بلاسطيق كيني ديال بلاسطيق ديك يكون كبار كبر من هاد القيصة كتتحط فوق هادل فوق هاد البابيون هادي كبير من هاد الحجرة هادي ولكن هادو كديال بلاسطيق بحطيهم بالكولة انا كما قلت لكم ما كنفضلش الحاجة ديال الكولا نفضل نضيئ وقت ونجهد في الحاجة نخدمها بالخياطة وتكون تقونا وتبقى ديما ولا ندير شي حاجة بالخياطة وطير في البلاسة جمرة كتنو فيها كما بغيتوا تقدروا تديروا مثلا غير هاد الخميسة تديروها في هاد الواسط انا فضلت يكون بحل هكا حيث ما لقيتش خميسات اللي كبار هادو اللي كبار اللي كتليكم لقيت كينين غير ديال غير سقوب الكولا ماني ما كيت تخيطوش ففضلت انني نديرغي هادي صغيرة وما قنعتنيش صراحة بوحدها صغيرة داك شعلاش درت هاد الصغيرة التحت اوزت علي هاديك الحجيرة نورمال مون فلولكت كنفكر ندير غير خميسة صفي ما كتش بغى ندير هاد الاحجار هادو ولكن كما كتليكم جاتني بحل صغيرة ما قنعتنيش ففضلت نديرهم بجوج وجه المنظر ديالهم زبين بزاف والبناس بزاف عجبوهم سافي حتى الخميسة حتى هي تبتها مزيان شديش هاش حمارة بالخيط غن نعقد هاد الخيط في هاد البلاسة هادي ونقطعوه فهذا والشكل اللي كنحصل عليه بالنسبة لهادو الشرائط اللي درت ليبنز سنخليلكم هنيا بعد الصور هادو هما اللي درت ليبنز هادي كتشوفوها مختلفة شوية بايتها تكون شوية سباسيال مختلفة هادي درتها على قبل اختي بحلقة كادرت فيها حجيرة كبيرة كبر شوية من هادو نفس اللي ديالتاي نفس الخدمة نفس كل شيء غير حجيرة قررت انها تكون كبيرة بالنسبة الشاريط الابيض ديال العروس غتشوفو تكونوشو في بداية الفيديو في الصور هادك ما هنخدموش معاكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله حيت في شوية ديالتايو كيبغي شوية ديال الخدمة فباليه ان الفيديو جا طويل باش ما نزيدوش نطويله اكتر نطلقوه في الفيديو القادم اللي غنخدم معاكم فيه الشاريط الابيض كيف اشتدرت ليه وشكرا بزاف لكم ونطق ديالكم شكرا تعليق ديالكم كتشجعوني وكتحفزوني باش ديما نحط لكم جديد شكرا بزاف للناس اللي باركو ليه كذلك بالنسبة للناس اللي جدت معنا في القناة مرحبا بكم ما تنسوش انكم تفاعلوا الجرس باش ديما تكونوا صباقي لمشاهدة اي فيديو كذلك الناس اللي بازال مشاركوا معنا في القناة اولى اول مرة يشوفوا الفيديو ديالي ما تنسوش انكم تنضمونا بالضغط على زير الاشتراك الاحمر لكن اسفل الفيديو تفعلوا جرس ليحدى باش ديما يوصلكوا منوطفيكاشون ديال اي جديد حتيتوا على القناة شكرو الصباقي لمشاهدة الفيديوهات فنتلقوا في الفيديو القادم إن شاء الله ما تنساوش كذلك سبارتاجي لفيديو مهم بزاف لبارتاج دير الفيديو باش كتعمل فائدة وكتكبر القناة ديرنا إن شاء الله نتلقوا في الفيديو القادم خليت لكم راحة لبال واسلام عليكم